بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيب ما يعيبكم به إن الله كان سميعاً بخيراً يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لو أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردتوه إلى الله والرسول فردتوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليون الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابت 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 بما قدمت أيديهم ثم أصابت إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاعِظُهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيضًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا عَلِيُّ طَى بِإِذْنِ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِوْلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَةً وَآبَ رُحِيمًا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا أَنْذِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا صدق الله العظيم